عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاستخدام الوسائل الإضاحية للتدليل على خطورة إيران وبقايا برنامجها النووية الذي قال إن إسرائيل اكتشفت منه مخازن قرب طهران وصواريخ قرب مطار بيروت صور بيانية لن تسلم من السخرية في المنصات بغض النظر عن صحة ما يقال أو طبيعة الأدلة التي تساق هذه الصور التي أظهرها نتنياهو لما يقول إنه بوابة مخزن ان اكتشفه الإسرائيليون للأسلحة والعتاد النووي لم يكتفي بذلك بل ذهب إلى تويتر ونشر ذات الصورة وكتب تعليقا جوجل ات اذهبوا إلى جوجل وابحثوا عن هذا الكود نحن في فريق تريندينج استجبنا لهذه الدعوة وذهبنا إلى الإحداثيات في جوجل التي نشرها نتنياهو على الموقع بالفعل هو ذات الموقع الذي أظهره في الأمم المتحدة جنوب العاصمة طهران وهو عبارة عن منطقة صناعية كما تبدو هنا وفيها مستودعات هذه صورة نتنياهو الأصلية تشبه تماما ما عرضه إذا اقتربنا أكثر من هذا الموقع سيظهر لنا جيدا وربما هذه البوابة ستظهر الآن تحتاج إلى ثانيتين ظهرت هنا يقول إنه هذا المكان الذي تحدث عنه في التغريدة أمام الجمعية العامة طبعا نتحدث عن أمكنة لا نتطرق إلى ما بداخل هذه الأمكنة عدد كبير من رواد المواقع التواصل الإيرانيين علقوا بسخرية على هذا هنا تغريدة إن أمام بوابة قيل إنها مصنع زرابي أو ضرابي حسب ما ورد في عدد كبير من التغريدات أما هنا فعين من التغريدات التي حملت صورا لمعمل السجاد الإيراني أو الزرابي المعروف من الداخل وهو يقوم بغسلها قبل نشرها هكذا يقولون أما هذه الصورة فجابت الصفحات الإيرانية بالتعليق اعتبر عدد كبير من المغردين أن كتابة توركا زاباد يعني هذه كانت مكتوبة بشكل خاطئ في هذه الصورة التي رفعها نتنياو ولنأتي إلى التغريدات هناك تغريدة واحدة سنتوقف عندها من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف يقول لن يخفي أي عرض فنيا أو عمل يدويا على الإطلاق حقيقة أن إسرائيل هي النظام الوحيد في المنطقة التي يملك أسلحة نووية سرية وترسانة ذرية غير معلنة إنه الوقت المناسب لإسرائيل كي تفتح أبواب منشآتها السرية غير القانونية أمام المفتشين الدوليين من صور نتنياو ما يقول إنها مواقع في مطار بيروت الدولي أو حول مطار بيروت الدولي أقامها حزب الله بأمر من إيران مخصص للصواريخ عالية الدقة لتستهدف إسرائيل واتهم حزب الله بتعمد استخدام السكان الأبرياء كدروع بشرية أشار إلى كل هذه المواقع وزير الخارجية اللبناني جبران باصيل حليف حزب الله رد على نتنياو بتغريدة يقول ها هي إسرائيل مجددا تختلق الدرائع لتبرر الاعتداء ومن على منبر الشرعية الدولية تحضر الانتهاك سيادة الدول إسرائيل متناسية أن لبنان دحرها وهزم عدوانها وغافلة أن غطرستها وصداقاتها الجديدة مجددا لن تنفعها عاد بعض اللبنانيين إلى خرائط جوجل كما فعلنا نحن وقالوا إن تلك الصورة هي لموقع حزب الله للصواريخ الدقيقة في الواقع هي لملعب برج البراجني البلدي وهذه هي يقولون الصورة التوضيحية هي أكثر الأسالي تفضيلا لتنياو الجميع تذكر عندما رسم هذا الخط الأحمر بالنسبة للقنبلة النووية التي يقول إن إيران أشرفت على امتلاكها في الماضي ترجمة نانسي قنقر